ما هي أفضل الجامعات الروسية في مجال الرياضية؟ سؤال هام في حياة كل طالب يود أن يكمل دراسته في هذا الاختصاص والإجابة في هذا الفيديو مرحبا بكم في قناة ديبلوموفيتش معكم عادل القرأي خبير في التوجيه والإرشاد الجامعي كذلك نقدم لكم تصنيف الجامعات الروسية لكل سنة ومنها التصنيفات العالمية في شانغاي الصيني تصنيف العالمي QS وتصنيف المجلة Times البريطانية The وكذلك التصنيف المحلي الروسي وفي هذا الفيديو سوف نتعرف على تصنيف الجامعات الروسية في مجال الرياضيات وذلك من قبل وكالة تصنيف روسية لسنة 2022 و2023 ويعتمد تقييم الجامعات على تحليل المؤشرات الإحصائية ونتائج الاستطلاعات عبر الإنترنت للطلاب والخريجين وممثلي الأوساط الأكاديمية والعلمية وممثلي شركات أصحاب العمل وبالنسبة للمعايير الرئيسية لتقييم الجامعة هي ثلاثة ظروف الحصول على تعليم عالي الجودة في الجامعة وكذلك مستوى الطلب على خريج الجامعات من قبل أرباب العمل ومستوى النشاط البحثي للجامعة الآن 20 جامعة روسية في مجال الرياضيات قبل ذلك نتعرف على كيف سيكون ذلك نقطة الاستفهام هي ستكون الترتيب للجامعة حسب التصنيف الروسي في الفوق سيكون موقع الجامعة وهو باللغة الانجليزية لكي تدخلوا للموقع الرسمي للجامعة وسيكون باللغة الروسية وكذلك مدعوم باللغة الانجليزية من لا يتقن اللغة الانجليزية ما في أي مشكلة ممكن استعمال جوجل المترجم فوري ولكن أنصحكم بأن تكون الترجمة من اللغة الروسية لأنه في الموقع بالروسي فيه جميع المعطيات للجامعة وكذلك حسب اختصاص الذي تودون دراسته وفي الأسفل سيكون اسم الجامعة باللغة العربية إذن فلننطلق ونتعرف على المرتبة 20 الجامعة المالية المرتبة 19 الجامعة الاتحادية للشرق الأقصى المرتبة 18 جامعة سيبيريا الاتحادية المرتبة 17 جامعة نيجني نوفغورد الحكومية باسم لوباتيفسكي وهي جامعة وطنية للبحث المرتبة 16 الجامعة الاتحادية الجنوبية المرتبة 15 معهد موسكو للطيران وهي جامعة البحوث الوطنية المرتبة 14 جامعة ميسيس للعلوم والتكنولوجيا المرتبة 13 جامعة بومان التقنية الحكومية بموسكو وهي جامعة وطنية للبحث المرتبة 12 جامعة البولي تكنيك بسانت بيترسبورغ للبطرس الأكبر المرتبة 11 جامعة البولي تكنيك بيتومسك وهي جامعة وطنية للبحث المرتبة 10 جامعة تومسك الحكومية للبحث الوطنية المرتبة 9 الجامعة الاتحادية بكازان وهي بمنطقة الفولغا الجامعة في الترتيب الثامن جامعة إيتمو الوطنية للبحث المرتبة السابعة جامعة نوفوسيبيرسك الحكومية وهي جامعة وطنية للبحث المرتبة السادسة جامعة الصداقة بين الشعوب في روسيا في المرتبة الخامسة جامعة الأورال الفيدرالية باسم أول رئيس لروسيا ييلتسن المرتبة الرابعة معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا وهي جامعة وطنية للبحث توب ثري وقبل ذلك اكتشف نفسك من خلال الاختبارات العلمية التي نقدمها لكم وتكون الرابط في صندوق الوصف وذلك الاختبار سيكون سهل وبسيط مبني على أسس ونظريات علمية ومتكامل وبعد ذلك ممكن الاتصال عبر هذا الرقم زائد سبعة تسعمائة وسبعة وسبعون ثمانمائة وتسعة ستة وثمانون سفر ثلاثة عبر الواتساب وكذلك التليجرام لطلب الاستشارة وكذلك الحصول على نتيجة الاختبار وذلك عبر تقرير نهائي وفيه التخصصات الجامعية التي تناسبك أنت فقط مع دليل شامل حول كل تخصص والآن نعود ونتعرف على المرتبة الثالثة وهي المدرسة العليا للاقتصاد وهي جامعة وطنية للبحث في المرتبة الثانية جامعة سانت بيترسبورغ الحكومية والآن نتعرف على الترتيب المرتبة الأولى جامعة موسكو الحكومية باسم لومانوسف التي تكون في اختصاص في المجال الرياضيات تحتلت المرتبة الأولى ولا ننسى أن تكون كذلك معنا في قناة ديبلوموبيتش على التليجرام ولتسهيل أموركم اكتب هاشتاك وكلمة رياضيات وسوف تأتيك جميع الفيديوهات حول هذا الموضع ولا ننسى كذلك بأن نتعرف على تصنيف الجامعات الروسية بصفة عامة وخاصة كذلك حسب كل اختصاص معين وللحصول على مثل هذه الصورة في نهاية المشوار الجامعي في روسيا ما عليكم إلا أن تختاروا الجامعة المناسبة اعتمادا على الاختبارات التي نوفرها لكم وبعد ذلك تتعرفون على الجامعة التي تناسبكم من ناحية المادية وبعد ذلك فقط تدرسون الاختصاص المتحبون وتحصلون على الجامعة وتعودون إلى وطنكم بجامعة روسية عالمية شكرا لكم على المتابعة ودمتم بخير